بنشوفه دلوقتي مع حضرتك الإنجاز الأكبر وهو طبعا مزارع الاستزراع السماكي في غليون وده طبعا الحقيقة مش بس مجال فخر داخل مصر ولكن العالم كله بتكلم عليه الحقيقة وده يعني حظيت به طبعا محافظة كفر الشيخ وحضرتك كلمنا عن هذا المشروع العملاق وتأثيره على السروة السماكية مش بس داخل مصر ولكن أيضا في التصدير مش عايز أقول لحضرتك ده من أهم الإنجازات اللي احنا فعلا نقدر نتكلم فيها مش عايز أقول لحضرتك دي درة من درر فخامة السيد رئيس الجمهورية لأهلنا في محافظة كفر الشيخ والمصر بصفة عامة مش عايز أنسى دور القوات المسلحة لا أنسى إيه لنعايز أأكد طبعا ده الدور الرئيسي في الموضوع دور رئيسي لقوات المسلحة بسيلة المحترمة ممثلة في جهاز الخدمة الموطنية السيد اللواء مصطفى أميل السيد اللواء حمد بديل العمل اللي كان بيتواصل ليل ونهار عايز أقول لحضرتك المكان ده مش عايز أوصف لحضرتك المكان ده كان مكان لارتكاب مبقات الدنيا كلها المكان اللي أقيم في المشروع دي ما كانت مفضية الأراضي تكابل جرائم الغير شرعية كل الحاجات دي كلها وتم تحويله إلى هذا الإنجاز بس أنا عايز أقول لك بقى مش مفضية الأراضي والتأسيم والبيع والمخالف الحاجات كلها مش عايز أنسى دور المحترم المحترم قوي اللي هو أحمد عبدين أحمد زك عبدين له كان محافظ كفر الشيخ في ذلك الوقت قبل في الوقت اللي هو حصل فيه لثورة يناير سنة 11 والدور اللي أم بيه وإحفاظه على هذه الأرض وتخصصها للقوات المسلحة عشان يعمل المزرعة السماكية الرجل ده بجد محافظة كفر الشيخ وأهلين في كفر الشيخ بيذكر هذا الرجل بكل خير لجرائته وقراراته السارمة ومتابعته والعمل المحترم اللي عمل في محافظة كفر الشيخ أنا بسمع من حضرتك حاجة غريبة شوية معلش اسمح لي يعني أنا بتكلم معك من قلبي وساعة صدرك يعني عادة المسؤول لما بييجي بيقولك اللي قابلي دول كانوا أنا أسمع من حضرتك دلوقتي بتشكر مسؤول سابق محافظ سابق طبعا طبعا ده لازم ده حقه ده حقه لولا ما كناش شفنا المزرعة دي الغليون آه لولا السادة اللي هو أحمد عبدين ما كناش شفنا المزرعة دي كان دي دخلت في مفيا تأسيم الأراضي وابعها وارتكاب الجرائم والهجرة الغير شرعية والقصص دي لكن بفطنة الراجل وعسكرية المحترمة خصصها طلع قرار تخصيص بتخصيصها كمزرعة السمكية للقوات وسلحة اللي بدأ العمل فيها بقى في عهدنا الحمد لله طبعا كل الإمكانيات اللي احنا نقدر نعملها ليه عملناهم حنا رسفنا 13 كيلو طريق مزدوج عرض 30 متر كهرباء البنية التحتية التكاسي الأشجار المداخل عملنا فيها شغل ترميش عاملين على البحر هناك وده برضو السادة الرئيس الجمهورية لما يقول لازم أن أهلنا يتمتعوا ما يبقاش عندهم أنا عندي 120 كيلو البحر الأبيض المتواصل أهلنا لازم أن يتمتعوا بالبحر ما يبقاش موجود بس مزرعة لا يبقى لازم أن يبقى فيه كورنيش ديه تعمل كورنيش وكان للترفيه عن المواطنين في كفر الشيخ كمان يستمتعوا بجمال البحر الأبيض المتواصل هذا طبعا حاجة جميلة حاجة أقول لحضرتك بقى الضرة اللي أنا أقول لحضرتك غاديون غداها في خمس سادة الرئيس الجمهورية دي فيها كل مقاومات وأساسيات للستزراع السمكي جميل فيها فيها مصانع للعلاف مصانع للتالج للفوم للبروشيسنج للتعباء والتغليف فيها مراكز للتدريب فيها أماكن ترفهية ورياضية فيها مساكل للعمال فيها جميع معظم الأنواع اللي السوم يحتاجها في الأسماك فيها الجنباري فيها الدنيس فيها البوري جميل اشتركوا في القناة